اهلا ومرحبا بكم اليوم في نافذ التفاصيل خبر سوف نتحدث عن مسيرة حاشدة بمحافظة تعز التي تطالب بضبط الامن وكذلك تحسين الوضع الاقتصادي وانقاذ الريال حيث خرج ابناء تعز اليوم بمسيرة حاشدة للمطالبة بالامن والقبض على القتل والخارجين عن القانون ورفض العبث الحاصل بالمدينة وبسط المؤسسات الامنية قوتها والقيام بعملها في توفير الامن ومنع الاغتيالات ورفع النقاط العشوائية كما طالب الحكومة بسرعة اعادة الاستقرار الاقتصادي وانقاذ الريال اليمني والمزيد تحول هذه المسيرة نتابع سويا هذا التقرير ابناء تعز حاضرين دائماً وأوفياء لمدينتهم وللوطن ككل ويلبون النداء سلماً وحرباً من أجل وطنهم ويتواجدون بحسب الموعد كلما نادى الوطن وساكنين رافضين الموت جوعاً أو برصاص المحاصرين لمدينتهم أو بالاغتيالات والقتل اللامبرر خرجنا اليوم دعماً للقنة الرئاسية دعمها في تنفيذ مهامها ومطاردة وملاحقة الخارجين عن النظام والقانون واستعادة المقار الرسمية الحكومية كما خرجنا أيضاً تنديداً بالتدهور الرياء اليمني وارتفاع الأسعار التي تقسم ظهور المواطنين مطالبين السلطة المحلية ببصر نفوذ الدولة ورفع النقاط الغاية الشرعية ويلقى القفضة القتلة وبصر نفوذ الدولة نطالب أيضاً التحالف العربي والشرعية بتلافي نهيار الاقتصاد اليمني من خلال نهيار الغملة وارتفاع الأسعار خرجت مسيرة اليوم في تعز تدعم اللجنة الرئاسية واللجنة الأمنية والجيش الوطني والسلطة المحلية من أجل الاستمرار في تطبيع الحياة ويدعمون أيضاً لقمة عيشهم التي يرونها تحرم عليهم كل يوم أكثر وأكثر ولا يستطيعون اللحاق بها فلقمة العيش ارتبطت بالأمن والأمان والجوع والقتل والانفلات الأمن أعداء تعز أعداء الوطن ككل نطالب السلطة المحلية والجهيزة الأمنية المختصة بالمحافظة بتتبع القتل والمطلوبين أمنياً كما نطالب بإزالة وإلغاء كل النقاط المستحدثة على الطرق الرئيسية ومساعلة تلك النقاط التي قامت باختطاف العابرين فمثل تلك الممارسات ليست إلا من أعمال قطاع الطرق يا أبناء تعز الثوار وأمام الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها شعبنا فإننا ندعو السلطة الشرعية والأشقاء في التحانف العربي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأدبية لمواجهة تدهور الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار وتدهور سعر الريال هل بدأ الثرة الجياع من تعز؟ أم حركة وستتوقف؟ فالناس أصبحت تموت جوعا من شدة الغلاوة وتدهور العملة خلال فترة بسيطة عجز الناس عن ملاحقتها ويشعر المواطن بأنه قد تركته الحكومة وحيدا يصارع الجوع والخوف والمرض إذن بشير الكرام لتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف النشط السياسي محمد الصابري سعد الله مساءك سيد محمد أهلا ومرحبا بك أهلا ومرحبا بك سيد محمد حدثنا عن تفاصيل هذه المسيرة الحاشدة التي انطلقت اليوم في تعز بداية أود لنقول أنه المسيرة اليوم سبقتها يوم أمس دعوة من أحرار تعز في إزمارات خريش في منطقة جبل حبشي والمطراف والمعافر والشمايتين والموافط دعوة إلى وقفات اشتجاجية سماء وقفات اشتجاجية على امتداد السريق الذي يوصل لمحافظة تعز بمدينة عدن وكانت هذه اللقفات قوية تنفذ بعمل العصابات الخارجة عن القانون والتي تقلق المتعد وتعمل على تقصير طريق الشريان الوحيد الذي يربط ما بين عاصر الموقع تعز وبين تعز كذلك دعا بالأمس حرار تعز إلى هذه المسيرة التي انطلقت اليوم بنفس المطالب وهي تطالب اللقفة الرئاسية التي نبذلت جهود رائعة جدا وراقة التياح في الشارع التعزي لاستثباب الأمن داخل مدينة تعز وبالذات المدينة القديمة التي سيطر على بعض أحيانها كانت بعض العصابات الخارجة عن القانون المسيرة اليوم خرجت دعما لجهود اللقفة الرئاسية المشكورة التي تبتت الموافع بيض قروة الجيش والأمن إضافة إلى تنديدا بأعمال هذه العصابات الخارجة عن القانون التي تعمل على زيان أفراد الأمن وأفراد الجيش في الشوارع تستهدف كل من يلبس نير الدولة وكل من يلبس لجهز الدولة وكل من يعمل مع الدولة هذه العصابات لها بعض الأوكار وهي قوة الأمن والجيش بالأمس تندد بأسماء بعضهم الذين يفهمون بهذه الأعمال نعم خرجت اليوم حشود تاعل تطالب بأمنها وتريد التأمين من خوف الذي تنشر هذه الحصابات وتدعم الدولة وبصفها في هذه المناطق نعم كذلك خرجت اليوم حشود تاعل تندد بالأمن الغذائي أو بالخوفة من المجاعة الغذائية التي تحرينها تدهور العملة اليمنية في النيان الواضح وتطالب الحكومة والتحارف العربي الداعم للحكومة الشرعية لأن نوقف هذا التدهور وأن نعمل كميعا من أجل الصحة المواطن نعمل كميعا على وقص هذا التدهور الاستفادي المريح كي يأمل الإنسان من خوف ويأمل من البوع هذا عنصرين أساسيين في الأمن الغذائي والأمن العام الذي تنشره هذه العصابات وكذلك التدهور الاستفادي الذي يخوض الإنسان ويجعله خالص أبناء تعزيز اليوم في كل أفلاجهم خرقوا منتدين في تدهور العملة ومطالبين التحارف والحكومة كما قلت وكذلك من التدهور بأفعال هذه العصابات ودعمة لذكر الأمنية والحل الأمنية التي يكذبتها الذكرية نعم كما يقال سيد محمد بأن آخر العلاج هو الكيب ما الذي تمتلك السلطات المحلية والحكومة الشرعية من إنقاذ هذا الوضع والمطالبات التي طالب بها أبناء تعز ولم تفعلوا لهم حتى يقوموا بالالتجاء إلى تلك المظاهرات والمسيرات الحاشدة في المدينة أولاً المسيرات التي خرجت هي داعمة للجهود التي تقدر من قبل طلطات الأمن والجيش واللقل الرئاسية داعمة لفعلهم الذي لاقى السياح في أوصات المواطنين عامة وخرجوا اليوم معبرين عن هذا التأييد لما يكون من تطهير المدينة من العصابات وأوكارها والقتل والمدينة المدينة يقومون باغتيال الناس والبنوط والأفراد المسير اليوم تعذيراً عن شكرهم لقهود المجنة الرئاسية ودعماً للحمل الأمنية التي منطلقة منذ الفترة لتصهير وتأمين المناطق المحررة بيد قوات الأمن والجيش كذلك هي تندد أو تطالب الحكومة وتطالب قواتها والتحالف العربي الدائم بطول الحكومة الشرحية لأن نقف معاً من أجل إيقاف تداور العملة التي اليوم في الحظيظة اليوم المواطن يريد أن يأمن من الخوف من العصابات ويريد أن يؤمن جانب الجدائي والجانب بالتحلاك لديه بسبب تداور هذه العملة صار الخوف أكبر بالجانب الاتصالي نعم التبعات والسلبيات التي ربما تلتب في حال استمرار حالة الفوضى الأمنية وكذلك التراجع للريال اليمني وعن ردات الفعل المتوقع بالنسبة للمدنيين وهنا أتحدث تحديداً في محافظته تعالى سيد محمد بالنسبة بالنسبة لقضية تراجع الحمل الأمنية أو أي إلقاف لها أو أي عرقل لأدائها أو أي عمل يعمل على إلقاف هذه الحملة ستكون تأجير كارثية بانتشار الحوضى في حموم محافظة تعز إذا توقف دعم هذه الحملة نحن نطالب بدعم هذه الحملة ونطالب محافظة المحافظة وأن يدعم ونطالب خادث المحور ونطالب خادث الأمن بأن يكون داعمين لهذه الحملة ومتكاتفين من هذه الحملة حتى تؤثر تأجيرها ويسود الأمن في ربوع تعز الجنوبة السلمية المدنية قضية تداور الرياض سيكون نحن محاصرون منذ أربع سنوات داخل مدينة تعز من قبل عصابات الحوتي الذي تمنع دخول الإغاقة من الأمم المتحدة التي تأتي عبر مطارة الشديدة تمنع دخولها إلى تعز عبر كل المناطق الشمالية والشمالية الغربية ومن الغرب ومن كل أماكن تطوّقها الميليشيات الحربية وتمنع دخول هذه الإغاقة منذ أربع سنوات وتعز محاصرة من الوصول إليها الغداء الكامل المعبر الوحيد المدينة العاصمة المؤقتة لليمن نمر ضيق وصعب جدا نمثل بهيجة العد كثير من الناسلة الكبيرة تستطيع الصعود إليه فحالة الحصار ما زالت مستمرة إلى الآن على تعز والنتائج بشكل التعرض للعمدة يضفي أذما متعبا لأبناء هذه المحافظة الصامدة الذين اصمدوا طيلة فترة الأربع سنوات في وقف قوة المسروفين وولي الكلاديين ويزيدهم طعبا وإرهاقا المفروض أن تتافع حفومة الشرحية هذه المدينة بمزيد من الإصلاحات الإقتصادية التي تعمل على رفع معاناة هذا المواطن الذي يعيش في تعز فلا يجمع علينا عشرين أصر حصار الحوثي وأصر هذا هو العملة الإقتصادية الذي يؤتي إلى تعب أبناء هذه المدينة الصادرة أشكرك جزيل شكر الناشط السياسي محمد الصبري حدثنا عبر الهاتف حول تلك المسيرات الحاشدة التي انطلقت اليوم في محافظة تعز التي تطالب بضبط الأمن وكذلك تحسين الأوضاع الاقتصادية وإنقاذ الريال اليمنية اشتركوا في القناة